موسيقى اكثر من 300 حالة سنوياً بلبنان بيتم تشخيصها مصابة بمرض التهاب السحاية عدوى خطيرة سريعة التقدم وبتأدي إلى الموت أو الشلل هالأسباب كانت كافية للإضاءة على هالمرض بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب السحاية فكان اللقاء اللي نظمته شركة سانوفي لنشر التوعية حول هالمرض الفتك نحنا كشركة سانوفي أهم شي عنا هو المريض نحنا الشركة العالمية الأولى بالأطعمة ونحنا همنا نعمل توعية للمراضة حتى ما يصير معهم الأمراض كل الحملة اليوم هي تنواع الأهل يسألوا طبيبهم يطلبوا طعم ضد مرض السحاية تمين صابوا ليدهم بهذا المرض العوارض عادة بتكون قوية وسريعة ارتفاع بالحرارة وجع راس قوي كتير استفراغ متكرر عند الطفل يلي تحت عمر السنتين يمكن ما يقدروا يعبروا عن وجع الراس بس بيبينوا ضايجين وملاشلشين ومش قادرين يتحركوا فدايما نحب نقول للأهل لما يصير فيه هيدا العوارض ضغري يتصلوا بالطبيب أو يروحوا على المستشفى لحتى يتم التشخيص الصح لأنه إذا تشخص المرض بكير ونعطى العلاج بكير النتيجة بتكون ممتازة لقاء حواري بأوتيل روتانا سمح للحضور التعرف على عوارض وكيفية مكافحتها المرض من خلال المحاضرة اللي ألقاها البروفيسور غسان ديبو وأكد أنه اللقاح أمن وفعال وضروري التلقي حسب إرشادات طبيب الأطفال حتمية عالميا في حوالي مليون إصابة سنويا وحوالي 135 ألف حالة وفاد ما عنا إصابات زيادة بس عنا إصابات وعنا بيصير في حالات بالمنطقة عديدة وإذا حاولنا نبحث عنه أكتر من الليئس الأسبابة أكتر وهيدا شعار النهار فخيار الأم أو الأهل يحصنوا أولادهم ضد هالمرض اللي ممكن نتفديه بطريقة كتير بسيطة وحاول هذا الموضوع نحكي مع دكتورة سهى غانم اختصاصية بالأمراض الجرسومية المعدية عند الأطفال صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك قبل ما نوصل لمرحلة اللقاح وقبل ما نوصل لمرحلة المرض والتشقيص فيه لقاح بيغنينا عن الوصول لهذه المرحلة هالأسبوع هو أسبوع اللقاح وب24 الشهر كان يوم العالمي للوقاية من التهاية صحاية أول شي شفنا زوجك بالتأرير وبننا نصلح دكتور غسان الدبيبو دبيبو نسلم عليه خبرنا شوي عارفين عن المرض أول شي السحاية هو الغشاء اللي بيكون حوالها لدماغ سو لما منقول التهاب السحاية هيدا الغشاء التهب نتيجة فيروسات أو بكتيريا مش نتيجة ضربة شمس مثل ما البعض بيعتقد يعني عشان هيك ممكن بالشطة وبالصيف يصير فيه مرض التهاب السحاية هلأ الفيروسات رلاتف اللي بتكون العوارض تبعيتها أخاف اللي هي أسوأ شي بتكون الالتهاب البكتيرية اللي بتعمل سحاية موجود ثلاث لقاحات منها ثنين أرادة موجودين على استجل الصحي تبع الوزارة أو البرنامج اللقاح تبع الوزارة بس واحد اللي هو السحاية الشوكية اللي كانوا عاملين عنه بفتكر المؤتمر الصحفي منه موجود اللي هي سحاية جدا خطيرة وبيصير التطور بكذا ساعة وممكن تأدي للموت هلأت سريع التطور اكزاق لبشر الأطراف مزبوط إذا وصل التسمم للدم ممكن ينبتروا الأطراف لأنه بيموتوا بسبب الدم ما بيتدفق لأنه بيروح على الأعضاء اللي أكتر أهمية بيصير بالضبط بيصيروا بيموتوا الأعضاء وبيضطر أنه ينبتروا هذا إذا ما أدى للموت إذا ما أدى لإعاقة زهنية أو طرش أو إلى ما هناك هو إختيارة؟ هو يعتبر إختيارة بلبنان بس هو مفروض يعني لحكيم اللقاح اللقاح بس مفروض حكيم الأطفال يوعل أهل عن أهميته أنا ما بعتقد أنه أهل لما يعرفوا قديش هو مهم حيقولوا لا أكيد طبعا بس هاي دي شغلة حكيم الأطفال أكيد هاي دا اللي عم نحكي عنه كيف لما بيصير فيه بتر للأعضاء هاي دا إذا كمان إذا كان كتير محظوظ وعيش بقى في عوارض معينة لازم الأهل ينتبهو لها من شان إذا صارت مع طفلهم دي غري يركضوا فيه عند الحكيم أو على الطوارئ هاي دا أسألك بين ضربة الشمس والالتهاب الصحاية في كتير عوارض مشتركة أكيد الطبيب بميزهم أو أي شخص بيعرف عن المرض بيقدر يميزهم بس كواجع راس والعيين بالنفس هؤلاء مشتركين تقريبا بينهم وبين ضربة الشمس واجع راس هلأ عند الأشخاص البلغين أو الأطفال اللي بيقدروا يعبروا الأكبر سنن بيكون في حرارة بيكون في صداع واجع بالراس كتير قوي بيكون في خمول أو اضطرابات بالوعي بيديق المريض من الضو ومن الأصوات منقلهم فوتوفوبيا يعني بيصير بإلا لأمه طف الضو بيصير فيه تيبس بالرقبة ما بيقدر يحرك رقبته المريض هو كلهم عوارد صحاية بالأطفال الأصغر سنن اللي هنا بأعمار الأشهر هيدول عادة بيصير في عندهم رفض للأكل بيصيروا نعسليين أكتر بيصيروا منوا نوعيين كتير ما بيكون عندهم مثل عوارد الناس بس قدي سريعة ظهور العوارد بشكل تعمل الألارم للأم انه لازم بغرة تاخدين بالضبط لأنه بساعات ممكن تتطور الحالي ساعات مش قيام بس يصير في هيدول العوارد يتلاقي ابنة نيم كل الوقت وماما طف الضو وعنده حرارة وما قادر يحرك رقبته هالقصص كلهم لازم دغري تروح على أقرب هو هاللقاح بنعمل مرة وحدة ونحنا يمكن ملاقا مش مرة وحدة مش مرة وحدة اللقاح الصحية الشوكية بنعمل ابتداء من عوار التسعة تشهر هو عادة بهيد البكتيريا بتنتقل بالأماكن المقتزة عشان هيك كمان الحجاج مجبارين انهم ياخدوا بأي حملة بيروحوا فيها بالأماكن المقتزة مثل ما قلنا مثل المدارس مثل السكنات العسكرية مثل الحاج سوبينا عمل ابتداء من عمره التسعة تشهر الرب بليت بعدين بيفسر لهم عنا حكيم الأطفال بس ستارتنج من عمر التسعة تشهر فيه الطفل ياخده يعني حكينا عن اهميته قديش اذا هاللقاح نحنا ما عملناش وممكن التداعيات او قديش التداعيات ممكن تكون كبيرة قديش عم بتحاوله مع وزارة الصحة انه هاللقاح يصير منزل على السجل الصحي عند كل طفل بيخلق مزبوط صراحة احنا قد ما فينا عم نحاول كل اللقاحات تكون مدرجة بالضبط مدرجة هلا طبعا كلمة كتروا الحالات للأسف بلبنان كلمة مثل بوزارة الصحة بتصير في عنده ألارم انه لا بركي لازم لانه لانه العلاج بيكلف او الاعاقة بعدين يعني لما طفل بينبتروا اعضاءه كمان هيدا كلفي على اهل وكلفي على الوزارة صراحة قد ما فينا منحاول كل اللقاحات نسعى فيون انه يكونوا مدرجين على السجل الصحي وخاصة اللقاح بهيدا الاهمية دكتورة في شي بيقول انه ممكن كمان تنقل العدوى عن طريق بعض الادوية قديش هالشي مزبوط لا هيدا هيدا العدوى بزيت السحية الشوكية بيكون شخص حاملة عادة بالحلق وعن طريق النفس بتنتقل عن هيدا النوع من السحيات عن هيدا النوع عشان هيك انها بالاماكن المقتزة قديش صار في واعي عند الناس اول شي على اهمية اللقاحات بشكل عام وعن هيدا النوع تحديدا يعني كمان هيدا بيرجع للحكمة بيرجع للبروغرامات يعني thank you so much انه انتو عم بتوعوا وعم تعملوا اوارنس بهيدا الموضوع بس متل ما قلت انه الموضوع بيرجع كتير لطبيب العائلة او طبيب الاطفال اذا بيفسر للأهل عن اهمية كل طعم انا ما بفتكر لو اهل من اي باكراوند ميت بيجيين اكيد انا امشور انه رح يعته الطعم ما حدا هيقول لا هلأ مع ازمة اللاجئين ومنعرف بالمخيمات كمان عم بيكون في اقتزاز وعم بيكون في تخوف انه من العدوى امراض عم تنتقل من بينتهم عندكم فكرة اذا مثلا التهاب السحاية عم بتم تسجيل حالات معينة هلأ انا ما معرفت بولا حالي بس قصة اللاجئين قصة بعد معقدي اكتر يعني في عالم جايين بلا سجلات صحية بلا سجلات وحتى في اشياء بعد طعومي يعتبروا بايسيكس اكتر من هيدا الطعم ما عم ينعطو فالوضع اللاجئين وضع صراحة بكتير اسوأ من وضع الناس المقيمين او اللبنانية الموجودين بالبلد موساعدات طبية ما فيه ولا ما هو هيدا منه بيعتبر منه هيدا الطعم اجباري حتى لللبنانية بيعتبروا منه اجباري بس هو كتير مهم وانا بالنسبة للي لازم يكون اجباري هوا كلفته عالية لا يعني كلفته الصحة ممكن اضغطي هلا بفتكر مع الوقت انا بيعتقد انه ممكن يصير يدرج يعني اي هوب انه يدرج بالسجل بس لا الكلفة لما بتقيسي لقصة شوء الكلفة بالمستشفى وكلفة ولا سمح الله تداعيات تداعيات مثل ما قلنا الاعاقة الزينية او الصرع او الطرش الصمم او بتر الاعضاء هيدا بيكلف للدولة كله وبيكلف الاهل كله العمر وبيصير شخص منه منتج بالمجتمع سو اذا بيفكر الواحد هالقيم الصغير اللي عم بيحطه versus كلشي استثمار كتير كبير دكتورة قديش كيف تتطور العوارد طبعه يعني لوين منوصل وستاب بايستاب شو بيصير يعني لما قلنا هيدول العوارد ببينه بفتكر الاهل حيكونوا عارفين انه ابنهم مش مش على طبيعته بيروحوا على الطوارق الطريقة الوحيد اللي ممكن نتأكد انه هيدا سحاية اول شي طبعا الفحص السريري كتير منيح بس تنجزم انه هيدا سحاية ولا لا هي ابرة الظهر ليه كمان يعني مناخد مي من النخاع الشوكي بيزبط وبين تنفحص هيدا المي وبينزرع بيطلع بكتيريا بقلب الزرع اذا كان هي المسببة والنتيجة سريعة جدا النتيجة الزرع بده تلات ايام بس الفحص الاولي بيطلع بكم ساعة هيدا كمان الاهل عنده نخوف منه بيفكروا انه هيدا الابرة ممكن تأدي لشلل فعطول انه لا اعملو لنا فحص دم واذا فحص الدم مخربة تعملوا هاي الابرة فحص الدم ما بيبين في شي يعني ممكن الفحص الدم يكون كتير طبيعي بس يكون الطفل عنده سحاية لأك الفيروس so the only way انه نقدر نعرف هاي سحاية ولا لا ناخد من ومتى تم تشخيص انه هالحالة هي التهاب السحاية واخدنا العلاج البلازم منكون صرنا بغنى عن كل التداعيات او المشاكل اللي ممكن بوقت معين بوقت معين يعني اذا وصل المريض بالسحاية الشوكية ارادة اطراف ومزرقين وهيك ممكن يعيش بس الاطراف ماتت سوفي عنا عشان هيك التطور طبعه ساعات يعني بالوقت اللازم اذا تلقى العلاج زمط متل ما بيقوله زمط اي بكون الله بيحبه صراحة معجزة الهية لانه كتير متل ما قلنا بيجرع بيعمل اعادة ولا خلاص بيصير عنده مثل قبول انه يلقط اكتر من غيره لا لا خلاص مش بتدوره طرش الصمم ممكن يصير فيه مي زيادة بالراس وبيصير المريض بده عملية مثل شنط لحتالي تخفف الضغط انا شكرا بدي بس سؤال ايه عن جد لعمل هيك بس هون كمان تنلفت او الاهل يتنبهوا الى اهمية انه هاللقاح ينعمل لو نيرهم يعني الكلفة بتصير ماشي طبعا متل ما ذكر بالتقرير فيه 300 حالة سنوية بلبنان على امل انه مع كل حملية التوية ان شاء الله هالعدد ينخفض تدريجيا دكتورة سوها غانم اقتصاسي بالامراض الجرثومية والمعدية عند الاطفال نحنا مشكر حضورك ودوركم كمان كأطبك كتير مهم انه ترجعوا عن ناس اعلاميا او بالكلينيك ودوركم انتو كمان ونحنا واجباتنا اكيد نواكبكم يعطيك الف حافية شكرا لحضورك نحنا لهوم يكون وصلنا لختم حلقتنا لليوم وبيبقى بس تقرير رياضي بكرا اكيد مواعد جديد مع اخبار الصباح كونوا معنا باي كشف وزير الثقافي والسياحة في بوليفيا ماركو ماتشيكاو ان حكومة بيلدو ستدفع 4 ملايين دولار خلال الاشهر القليل المقبلة من اجل عودة سباق رالي داكار مرة اخرى الى اراضيها في 2017 وقال الوزير البوليفي في تصريحات اضيعية المقابل المادي من اجل عودة رالي داكار الى بوليفيا للسنة الرابعة سيكون 4 ملايين دولار في عام 2013 كان المبلغ مليونين من الدولارات ثم اصبح في 2014 3 مليون دولار وهذا العام ارتفع الى 4 ملايين واشار المسؤول البوليفي الى ان نسخة 2017 من سباق رالي داكار ستتكون من 4 مراحل حيث ستقام في مدن توبيزا وارورو ولاباز ويويوني واوضح ماتشيكاو انه نهار الجمعة سيشهد الالين الرسمي عن استضافة السباق للحفر في مدينة لاباز واللي سيكشف من خلاله المنظمون الفرنسيون عن تفاصيل الايام الستة التي سيقام فيها رالي داكار 2017 للاراضي البوليفية وتقام النسخة 39 من رالي داكار في الفترة ما بين 2 و14 من كنون 2 يناير 2017 وبتتكون 12 مرحلة حيث يبدأ السباق في باراقوي وينتهي في العاصم الارجنطيني بيونيس ايرس وسيتكون باراقوي هي 5 دولة في امريكا الجنوبية اللي بتستضيف رالي داكار حيث سبقتها الى هذا الامر اربع دول اخرى في القارة هي الارجنطين تشيلي بيرو وابوليفيا نفى متحدث باسم نادي ريال مدريد الاسباني ما تردد عن اصابة المهجم البرتوغالي كريسيانو رونالدو ياللي غاب عن مباراة الملكة امام منشستر سيتي في ذهيب نصف نهيئ دوري الابطال الاوروبي بتمزق في العضلة ذات الرأسين وفي تصريحات ادلة فيها الليلة التي عقبت انتهاء مباراة المان سيتي والبيرنجي بالتعادل السلبي قال متحدث باسم الريال انه كريسيانو لم يتجاوز الفحص الطبي اللي خضع لقلق قبيل المباراة لذلم يشارك وكان كريسيانو البلغ من عمر 31 سن قد اصيب انهار الاربعة في الدقائق الاخيرة من المباراة اللي فيتس فيها فريقه على فيا ريال بثلثية بيضاء في الجول ال34 من الليجة وتأتي تصريحات المتحدث باسم الملك اللي تنفي مذاكرته عدة وسائل اعلامي اسباني اللي اكدت ان البرتوغالي يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين وفيما يتعلق بوضع الفرنسي كاريم بنزيمة اللي تم استبداله بخيسي رودريغز في المباراة المتحدث ان المهاجم سيخضع لفحوصات انه اليوم الخميس من اجل تحديد مضاء صابته وفق الاتحاد الدولي للسيارات رسميا نمبرح الأربع على تغييرات في القواعد بما يسمح لشركة بيريلي المزود الوحيد للإطارات لبطولة العالم للفورملا واحد بإجراء المزيد من الاختبارات خلال الموسم الحالي للإطارات العريضة التي ستستخدم العام المقبل وأحذرت شركة بيريلي التي جددت تعاقدها مع البطولة في أكتوبر 21 الماضي لمدة 3 سنوات جديدة بدءا من عام 2017 من أنها قد تنسح من الرياضة بسبب عدم الموافقة على تلك التغييرات وقال الاتحاد الدول للسيارات أن المجلس العالم لرياضات السيارات وهو أعلى سلطة داخل الاتحاد وافق على الإجراء التي أقرته لجنة سباقات الفورملا واحد التابعة للاتحاد والتي تضم كافة فرق البطولة وأضاف الاتحاد الدولي في بيان ستسمح تغييرات بـ 25 يوم من الاختبارات خلال أعوام 2016، 2017 و2018 باستخدام السيارات الحالية مع تزويدة بإطارات ذات المقصات الخاصة بعام 2017 ونقل عن بول هامبري مدير رياضة المحركات في بيريلي قوله عقب سباق جائسة السيارات الكبرى أنه اتفاق الاختبارات يجب أن يتم إقراره هذا الأسبوع ونقل موقع motorsport.com عن هامبري قوله لا يمكن أن نقوم بعملنا بدون ذلك الموافقة على الاتفاق لنستطيع إمداد بطولة العالم بالإطارات طلب مننا إجراء بعض التعديلات المحددة والمتعلقة بتغيير قدرات الإطارات وتستعد الفورملا واحد لتغييرات كبيرة في اللوائح بداية من الموسم المقبل لجعل السيارات أكثر سرعة وصعب قيادتها وباستخدام ضغط سفلي أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة